علق الأمير الصعودي سطن بن خالد السعود على الموقف إيثيوبيا المتعنث في أزمة سد النهضة دون مراعاة حقوق دول المصب مصر والسودان وقال الأمير الصعودي عبر صفحته الرسمية على موقعي تويتر كلنا كعرب نقف وندعم حقوق إخواننا مصر والسودان في حقوقهم المائية أمام التعنط والتهرب الإيثيوبيا والذي يهدد أمنهم الغدائية والمائية وجاءت غريدة الأمير الصعودي تعقيبا على تصريح لوزير الخارجي المصري سامح شكري في جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة والتي أكد فيها أنه في حال عصارة إيثيوبيا على موقفها لن يكون أمام مصر بديل سوى أن تصون حقها في البقاء وتبع شكري مصر توجه تهديدا لمائة مليون شخص يضيق شريان الحياة لملايين الأبرياء وأكد أن النهر يعتمد عليه بقاءنا وكان مجلس الأمن عقد اجتماعنا الخميس لمناقشة أزمة سد النهضة والذي ازداد سحونة مع إعلان يدي صبابة بدء الملء الثاني لخزان السد وسط تخوف من أن يتحول الصراع من دبلوماسي إلى عسكرية في قادم الأيام وفشل مجلس الأمن في إصدار قرار ملزم لإيثيوبيا واكتفى بدعوة الدول الثلاثة لبدل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن التنسيق بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة وتتمسك مصر والسودان بوجود اتفاق قانوني ملزم وهو ما ترفضه إيثيوبيا التي أبلغت مصر الاثنين الماضي بدأها في الملء الثاني للسد أما محمد أحمد المل فعلق قائلا الرسالة المصرية واضحة وجالية وجاهل لمن يتجاهلها ويستخف بها تعلقا على قول وزير الدفاع المصرية القوات المصلحة قادرة على رضع كل من تسول له نفسه المساسة بأمن مصر ومقدرات شعبها يأتي هذا بعد أن أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها ومسندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهم المائية المشروعة في ملف سد النهضة وفيما ينسر على وكالة الأنبياء السعودية واسأ جددت المملكة تأكدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربية والقارة الإفريقية وتابع البيانة وفي هذا الإطار فإن المملكة تدعم جهودا من مصر العربية وجمهورية السودان لاحتوائهم هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقا لقواعد القانون الدولي كما أكدت السعودية دعمها للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل منزم لإنهاء هذه الأزمة ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد علية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا للخروج من هذه الأزمة بما يتعوفق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الله من العمل الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قال للصحفيين في نيويوركين جوتيريس يؤكد دور الاتحاد الإفريقي في الوساطة بين الدول الثلاثة وقال دوجاريك المهم أيضا هو عدم القيام بأي عمل أحادي عسكري يمكن أن يقوض البحث عن حلول لذا من المهم أن يجدد الناس التزامهم بالحوار بنية حسنة في عملية تفاوض حقيقية وتقول إثيوبيا أن السد الذي تقيمه على النيل الأزرق أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل والتي تعتمد عليها بالكامل تقريبا وعبر السودان وهو أيضا دولة مصب أيضا عن قلقه زاء السلامة الإنشائية لسد واثارها على السدود ومحطات المياه السودانية قالت صحيفة الولستريت جورنال الأمريكي أن استراتيجية جديدة تملكها أبو ظبي تقف وراء المواجهة بين الإمارات والسعودية حول إنتاج النفط وتصعد خلف علني نادر بين السعودية وحلفتها الإمارات بشأن تصدير النفط بعد تصريحات وزيري الطق في البلدين والمتعلقة باتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وفقا لأشخاص المطلعين على الأمر فإن الإمارات تمتلك استراتيجية جديدة متمثلة في بيع أكبر قدر ممكن من النفط الخام قبل أن ينخفض الطلب على الدهب الأسود هذه الاستراتيجية الجديدة للإمارات والتي تحدثت عنها صحيفة الوورستريت جورنال وتمتلك الإمارات واحدة من أكبر احتياطات النفط الخام غير المستغلة في العالم وتمثل استراتيجيتها الجديدة نقطة تحول همة في السياسة النفطية لواحدة من أكبر الدول النفطية في الشرق العوسط والاثنين تأجل مجددا الاجتماع الوزاري للدول الثلاث والعشرين الأعضاء في منظمة الدول المصدرات للنفط وحلفائها أوبك بلاس بسبب عدم التوصل إلى اتفاق من جديد